محاضرة عن الفود باكتجينج أو تغليف الغذائي اللي هو ضروري لسلامة الغذاء من الضرورات الأساسية ليبانباك بنظمة بكرة رح تحكينا عنها أكتر ضيفتنا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك تحفين عن حالك سوها عطلة بأيهم مديرة ليبانباك مديرة ليبانباك حضرتك ليبانباك مين؟ ليبانباك هي المركز اللبناني للتغليف هي جامعية خاصة لا تبتغي الربح تأسست بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجمعية الصناعيين وبدعم من الدولة السويسرية نحن نظم هالمؤتمر بكرة والدعوة عامة هنتطرق على موضوع كثير مهم وهو تغليف المنتجات الغذائية يعني كيف التغليف له دور كثير كبير أنه يحمي المنتجات من العوامل الخارجية مثل الطاقس مثل الحرارة مثل الرطوبة أو الصدمات اللي بيتعرض إلى الباكتج وقتها بالديستريبيوشن وكمان كيف الباكتجينج هو بيطول عمر المنتج يعني الـ expiry date لو ما في باكتجينج المنتجات خاصة بتعرف الفود هي سريعة التلف نعم فهنضوع هالأمور بالمؤتمر اللي حيصير برعاية وزير الصناع الفريج صابونجيان بمبنى عدنان قصار ببيرول في وجه المدينة من المحاضرين في محاضرين في محاضرين لبنانيين في خبرة أجانب حيضوع على آخر التشريعات العالمية بدومان التغليف الغذائي والمشاكل اللي عم تصير وقتها صناعية ما يلتزموا بهالمعي شو وضع التغليف الغذائي عند الصناعيين الليبنانيين؟ لا الوضع التغليف الصناعي عند الصناعيين الليبنانيين ممتاز والدليل عزالك أنه نحن منصدر لبرة مثل ما قتلك فيه تشريعات بأوروبا وبأمريكا ونحن صناعاتنا الغذائية عم توصل لكلها الأماكن والدليل عزالك أنه هي ملتزمة هالمعايير هلأ أكيد بيصير فيه إكسبشن جميعاً لكل المنتجات الليبنية أو كثير نسبة كبيرة للمنتجات الليبنية بتدهر لبرة أكيد لو ما كانت هي ملتزمة بهالمعايير بيصير فيه رفض على البوردر طبع هالدول بيرفضوها لسبب أحياناً بسيط يعني مثل ما قلنا أحياناً إذا منك كتبة على العلبي list of ingredients منك حتى nutrition fact مزبوط بتنرفض الشحنة ونحن بليبونباك منساعد هالصناعيين كيف يكتبوا هالمعلومات ومنساعدهم ينقوا التغليف اللي زابط لمنتجاتهم لأنه كل منتج غزائي إلو خصائص معينة وبالتالي إلو تغليف معين شو التغليف المسالي يعني أكيد أنه يكون التغليف مناسب للمنتج ولكن إذا عم نحكي عن الباكتج من الخارج أو كل المعلومات الموجودة على الباكتج شو لازم تكون هلأ نحن ما منقول فيه تغليف مثالي حسب الـ product لأنه فيه كل product بيفرض خصائصه ومييزاته يعني مثل الخضار والفواكي بدأ مثلا هوا بدأ تتنفس لتقدر تنضج أكتر فالتغليف مثلا لازم يسمح أنه يفوت أكسجن غير منتجات إذا فات الأكسجن بيصير تتلف يعني كل منتج إلو خصائصه هلأ بالنسبة للمعلومات اللي موجودة كمان على المنتج كمان إلها ستاندرد معينة في مننا مثلا بيجبره أنك تحط الـ nutrition fact قد فيها كالسيوم قد فيها بروتيين قد فيها فات بس شغلة كتير مهمة منحب نشير لها موضوع الحساسية يعني لازم نذكر بشكل كتير واضح على الـ product على الليبل طبع الـ product أنه هذا الـ product بيتضمن مثلا سويا أو بيتضمن جلوتن أو بيتضمن بينات هؤلاء كلهم ألرجين وهلأ كتير عم بزيد موضوع الحساسية وإذا حدا عنده حساسية لو بسيطة من هالمواد ممكن تقدي إلى وفاة فهيدا كتير نحن نركز عليه مبدئيا مين المفروض يكون عم رائب هالـ packaging؟ باللبنان؟ يعني بالدول عادة عادة مثلا بأمريكا في شيء اسمه FDA Food Drug Association أو هيئة سلامة الغذاء أو أحيانا الممثلين وزارات الاقتصاد أو الزراع أو الصحة على الحدود بس ما يلي هيئة سلامة الغذاء لأن إحنا بعد منا موجودة عنا بلبنان اللي هي لازم تصير وقتا نطبق قانون سلامة الغذاء إن شاء الله يعني نطبق قريبا ومبدئيا عم نقول أنه بيتم تصدير المنتجات اللبنانية وهنا عم نشوف كمان يعني بعض الصناعيين اللبنانيين أو الصناعات اللبنانية بيتم تصديرها ويعني هون بتأخدش هدتها الصناعة إذا كانت قادرة تفوت على بلدين بترقبها الـ FDA أو إلى آخره على بلدين معينة فإذا بتكون صالحة 100% أما المنتجات اللي بيتم استيرادة ما عندها نفس إلى لبنان يعني ما عندها نفس الكنترول هلأ كمان مفروض وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة يقوموا بمراقبة هالمنتجات يعني نحنا حسب القانون اللبناني مثلا لازم كل المنتجات تكون مكتوبة بالعربة إن أي بلد انت تصدري على أمريكا بديكون مكتوب بالإنجليش ما فيك تفوت على أمريكا وبالعربة هلأ باللبنان بعتادت بتنشو شوالا نحنا بلد بيحكي كل اللغات بتشوفي بالسوبرماكت مكتوب الفرنسي أو بالانجلي بس هو حسب القانون لا لازم تلتزمه باللغة الوطنية لكل بلد وتحط كل المعايير وكل المعلومات خاصة بموضوع التغليف يعني لأنه في كتير مسلا الناس بيرجع بيستعملوا التغليف لشي تاني وهذا غلط نحنا مركز عليه بليبون باك يعني أنيت المايل هي البلاستيك هيدا التغليف تصمم تكفر هيدا المايل الموجودة ما فيك تحط فيها أنت عصير أو تستعملها لشي تاني يعني إلى وقت معين بيصير فيه انتر اكشن بيصير فيه تفاعل بين هالبلاستيك والمواد اللي مش مخصصة لإله يعني كمان واحد لازم يلتزم بالمعلومات الموجودة على الباكتش كمان مشكلة أنواع البلاستيك فيك تسخنية بالمايكرو ويف فكمان مشان هيك لازم تكون اللغة واضحة ليقدر المستهلة كيف يفهم كيف يستعمل واضحة والمعلومات كاملة اكزاك هالشي أكيد رح تحكو عنه به هالمؤتمر هي اللي موجهة مين للحضور رحيمين هيكون فيه صناعيين لبنانيين صناعيين غزاء أصحاب صناعات غزائية وأصحاب صناعات التغليف هيكون فيه أكاديميين ممثلين عن الوزرات والدعوة عامة يعني أي كونسلطنت أي حدا بهمه دمان التغليف الغزائي هالمؤتمر بتنظموا ليبان باك هيدا المؤتمر أكيد يعني هلأ بكورة أعمالكم ولكن أو يعني أهم شيء هلأ عم تعملوا ولكن عادة كيف بيكون شغلكم على الأرض نحنا شغلنا بليبان باك نحن نقدم الدعم الفني موضوع مثلا هنا عندهم بروداكت جديد مش عارفين أي مادة يستعملوها بلاستيك زجاج معدن تنك منقلهم أي مادة اللي هي صالحة ومنقوم بالفحوصات لأنه مشكلة المواد هي فود جريد أو أبروف نك تستعمليها مع الأكل منساعدهم بها الأمور منساعدهم نكتبوا المعلومات اللي لازم تكون على البيانات منساعدهم بالباكتجنج ديزاين اللي هو كتير مهم لأنه نحنا التغليف إلو أدوار كتير مهمة هيدا الدور الحماية اللي حكينا عنه وتكون بالسوبر ماركت تغليف هو اللي بيجز بيك أنك تشتري هذا المنتج فنحنا منساعد الصناعيين تأبغريد هيدا الديزاين اللي عندهم ونحسنه ونطوره كمان حسب المعايير أهلا وسهلا فيك السهفة إذن رح يكون موعد المؤتمر بكرة أي ساعة بكرة من 9.30 للخمسة كل النهار كل النهار وهيك رح يكون فيه يعني تفاعل ونقاش خلال أكيد نهار عن مواضيع معينة لأنه بتصور فيها بعض يعني يعني نيانس إذا فينا نقول أو بعض الأشياء التفصيلية اللي ضروري أن نتكون عمي موضوع تغاني بس بهم كل العالم لأنه ما فيك تشتري أي برودكت بلا تغليفة لازم نعرف عنه أكتر لنتجنب أي مشاكل صحية بتأثر علينا شكرا لقليكم لوجودك معنا أهلا وسهلا فيك رح أنتال عنتينا بوجور صباح الخير كاتيا كيفك اليوم أنا ميحة وأنت كتير ميحة صباح شعالديك اليوم اليوم عنا أكلة لبنانية مية بالمية ما في حدا ما بيحبه يلا رزع جيج أوكي بس كمير واحد بيعملها شي تنشوف اليوم مرح يعملها رزع جيج نعم في ناس كي يخطوصروا كثيرا تغليفة بالرزع الجيج نحن نشوف الطريقة الأصلية لهذا في الرزع الجيج التقنيات كثير مهمة نعم نتائجة تفرق مية بالمية بين النتيجة والثانية اليوم موضوعنا أكيد كان بهمك الأيضاء مياه بس كبير مهمة بس لأسف أنا بحس بيضل في شوية تقصير من الكنترول اللي عم تحكوا عنه ما بعرف قديل الكونسيومر عنده ساقة مية بالمية بالكنترول اللي عم تعملوا الدولة والمسؤولين عكل حال انكين رندا أو ناتالي أو حتى شيف مارون كل عم يعمل وشبير